وقد عبر نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة غربي ووسط إفريقيا عثمان جغانا عن امتنانه لفخابة رئيس الجمهورية على الاستقبال مضيفا أنه وفده المرافقة له طلعوا من صاحب الفخامة على المعلومات التي تتعلق ببرنامج حكومته المتوج لمأموريته الثانية وأشار إلى أنه شرح لرئيس الجمهورية أهداف مهمة البنك الدولي الحالية والتي تعتبر أولى بعثة مشتركة بين البنك الدولي ومؤسسة تمويل الدولية وأنه أبلق فخامة رئيس الجمهورية أن البنك الدولي في بداية عملية الاعداد الاستراتيجية شراكة جديدة ستحدد وتوجه تدخلاته التشغيلية والبرامجية في بريتانيا للسنوات الخمس المقبلة مشيرا إلى أنه لاحظ وجود تطابق تام بينها مع أولويات فخامة رئيس الجمهورية والتي تتمثل في دعم تطوير الموارد البشرية ومكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان وتعزيز البناء التحتية متعهدا في هذا السياق باستغلال خبرة البنك الدولي في هذه المشالات لدعم موريتانيا وتحقيق أهدافها التنموية وأشهد نائب رئيس البنك الدولي بما تحقق من تقدم نوعي على مستوى عدد من القطاعات في موريتانيا مبينا أن العمل سيتواصل في الأشهر القادمة مع الحكومة الموريتانية خاصة مع وزارة الاقتصاد والمالية بهدف الاطلاع على كيفية تأطير كل هذا العمل بما يتناسب مع استراتيجية النمو التي يعيدها البنك الدولي والتي سيتم تقديمها إلى جميع الشركاء كجزء من مجموعة استشارية ستعقد خلال عام 2025 وعشرين